اهلا بحضراتكم الجديد من كمين حوارنا مع كابتن مروى عيد عبد الملك اسطورتنا في كروة اليد ومحبوبتنا كلها مروى قابلت كابتن محمود خطيب السفراء دي قابلتو قابلتو السفراء دي اول ما جيت على طول روحت نادي اه وكنت قاعدة في المطعم بتاع النادي وهو جنب قدوة مجسد ادارة من عالسلم كده اه وهو نازم من عالسلم فانا قمت فشفني فابتسمت وكده بس يعني تخل تغيير ملامح وش بيه وان هو انهم بسطن هو شافني يعني انا مش عايزة عاجة تاني كده انا كده تعيشت معي صراحة فا buybo انسان عبيني اه سلمت عليه تعرف الحركة بتاعك اه بتاعك عبد المطعم بيه و لكن بيعز حد زي انتو بقلتري كده بالضبط وهو نازل سلم علي مسكني بايده كده وداخل بيا قودة سوس الدكتور سعد شالبي وعرفني عن ايه وكل حاجة وقعد اسألني عملا ايه قاعد قد ايه واخبارك ايه وبتاها وعند تتكلمت معانا شواء ايه قاعد معانا قد ايه وبتاها؟ قاعد قد ايه واخبارك ايه وصحيتك وطمانين عليك ايه وانا عد تتكلم معي طبعا. وفعلا كابت محمود الخطيب اللي عزوا يمسكوا اليده وكده. ايه. اه. 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 بلزا اه. هو تغيير منامح وشو لما شافني. الابتسامة دي حاجة حاجة جميل. المرة ثانية قابلت ماتش اهلي والمقاولين. كنت في النادي اهل الجزيرة برض. لا لا. كان في الاستاد. كان في الاستاد. ماتش اهلي في البيتروس. يعني رحت الاستاد. كان هو كان موجود. ماتش كمتواتر شوية شوية. كان سفر سفر. بس كسبنا في التانية. اه. الحمد لله. نزلت عدت جنب وكده وكلمت معاه. وقال لي مسافرة امتى. ترون مسافرة ان شاء الله. بعد الماتش. قال لي تبشي ادي حيلك وبتاعه. وتمنيته التوفيق. اه. طبعا. قلت له خلي بالك وانسحيتك وربنا معاك. وان شاء الله بازن الله رب العالمين. ربنا يرجعنا منصورين. ان شاء الله بالعشر بازن الله. يا رب ان شاء الله. يا رب. اللهم امين.